قال الشافعي من اعتقد أن الله قاعد على العرش جالس على العرش فهو كافر الرحمن على العرش استوى قال سيدنا علي إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته هني أفهم من علي حاشا طيب اسمع بعد معي لو كان معنى الرحمن على العرش استوى جلس وقعد واستقر كما يقولون وشو بكذبه بقولك عقيدة السلف السلف الصالح كذبوا على الله لا يكذبون على السلف كذبوا على الأنبياء لا يكذبون على السلف شو بترد عليهم لما يقولوا لك السلف قالوا قعد جلس حقيقة وبذاته قل له يعني على زعمك الإمام الشافعي عم بكثر السلف يعني الإمام الشافعي ما بيفهم بعقيدة السنة والسلف والإمام الشافعي ليس من السلف والإمام الشافعي يكثر كل السلف حيث قال من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر شفتوا وين موضع الدليل لو كان معنى لأي جلس كان الشافعي بكفر من قال بهذا لا لكن لما لم يكن هذا اعتقاد السلف ولما لم يقل بهذه العقيدة الكفرية السلف قال الشافعي من اعتقد أن الله قاعد على العرش جالس على العرش فهو كافر فهو كافر هذا نص الشافعي مين رواه رواه الفقيه الإمام ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي صحيفة واحدة واثمينين في النسخة المخطوطة طيب هذا ابن المعلم القرشي ورواه أيضا ورواه أيضا مين الفقيه الشافعي الفقيه الشافعي ابن الرفعة في كتابه كفاية النبيه شرح التنبيه في المجلد الرابع في صحيفة 24 في كتاب الصلاة في باب صفة الأئمة عن القاضي حسين عن نص الشافعي من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر هذا الإمام الشافعي يكفر من نسب لله الجلوس يعني السلف ما كان يقولوا الله جالس الشافعي من السلف أو منه من السلف أي متين ولد الإمام الشافعي بمئة وخمسين للهجرة أي متين مات بمئتين واربعة يعني بيكونوا من السلف أم لا من السلف بل من أئمة السلف عقيدة وزمانا ترجمة نانسي قنقر لشاهدوه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر